وحد العدد دي الناس يتنمر بشريك حياته التنمر الزوجي كيعوج طريقة الكلام دي المرته كتعوج هي طريقة الكلام دي الرجلها كتعوج الخلقة دياله وشكل دياله تهينه بتصرفاتها تتستاذبه ولا هضر يعني كتردع لي بوحد الصخرية و بوحد احتقار كيشوف الزوج في شركة الحياة دياله نظارات احتقار و ازدراء عندو كنظرات دياله يعني شي حاجة بحيلا كيشوف شيز بالأعزكم الله تلاعب بالمشاعر ديال شركة الحياة كتعدبو في العواطف دياله يعني كتحقو في المشاعر دياله هادو كل مظاهر من مظاهر النشوز وتدخل في التنمر الزوجي و عندو بزاف دياله اشكالات لان الاستهانة بشارك الحياة يعني زيد نقص تقلق الراجل شرب البحر تقلق هات المرأة تضرب رصام هالحيط عجبك ما عجبك هزي حويج كسري لداركم انا انا ما ظرني ولو انت هم تقلع لي اللي مرأة للراشل اللي هسمي تكسيد الرجال طلق هذا كتسم استخفاف واستهانة بشارك الحياة و هذا من النشوز لكي يعدب شارك الحياة الآخر الاشكالات الزوجية لا تعالج بالاستهزاء لا تعالج تعوج مرتك ولا تعوج يا رجلك ولا تقلدي في المشياء ولا تحتقره في الخلقات دياله ولا في اللباس دياله الحياة الزوجية تحتاج إلى وعي تحتاج إلى علم تحتاج إلى أخلاق تحتاج إلى صبر تحتاج إلى عواطف صادقة تجاه الاخر